السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ عبدالله النزي معلم الدراسات الاجتماعية وعلى لغة إشارة أستاذ محمد القبشي اليوم سوف نتحدث في منهج الدراسات الاجتماعية للصف الأول المتوسط سوف نتحدث عن أعمال الخلفاء الراشدين وقبل أن نبدأ سوف نراجع أعمال الخلفاء الراشدين بدينا في العناية بالقرآن الكريم قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون جمع القرآن الكريم كان القرآن الكريم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر أصحابه بحفظه وكتابته وفي أهد أوبكر الصديق فقد المسلمون في أثناء حروب المرتدين كثير من الصحابة حفاظوا القرآن الكريم فقرر أبو بكر الصديق بعد إشارة من الخليفة أمم الخطاب رضي الله عنه جمع القرآن وأمر بتكليف الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه وقام به تبع القرآن الكريم وجمعه من صدور الحفاظ والرقاء والأدم وجعله في مكان وحد ثم حفظه بعد ذلك عند أم المهين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما هذا جمع القرآن أما كتابة القرآن الكريم ففي أهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه تعددت القراءات القرآن الكريم واختلاف المسلمين فقرر جمع الناس على مصحف واحد بلفظ واحد فأرسل إلى أم المؤمن حفصة يطلب منها إرسال ما جمع في أهد أيبكر الصديق ثم أمر الخليفة عثمان الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه بتدقيق المصحف وترتيب سوره وفقا لما أمر بها الرسول عليه السلام وكتب منه عدة نسخ وأرسل إلى لكل بلد مسلم مصحفا منعا لوقوع الاختلاف في القراءات وسمي ذلك المصحف مصحف عثمان هذا مصحف عثمان أما في بلاد المملكة العربية السعودية أنشأ في وطن المملكة العربية السعودية مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة في عام 1405 هجري ومجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود للحديث النبوي الشريف في المدينة المنورة في عام 1439 وترجمت معاني القرآن الكريم إلى عدد من اللغات ووزعت نسخ القرآن الكريم على جميع المسلمين كذلك تحدثنا عن التنظيم الإداري تنظيم القضاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس بنفسه وكذلك مع من اشتهر من القضاء والإفتاء من الصحابة في عهده واستمر في عهد أبو بكر الصديق وكذلك واستمر في النهج في عهد أبو بكر الصديق وعندما تولى الخلافة عمر اتسعت مساحة البلاد الإسلامية في عهده فنظم القضاء عمر تحدثنا أنه نظم القضاء فعين قضاء لبعض العقاليم مستقلين عن الولاة وجعل لهم مرتبات شهرية وفي عهد عثمان بن عفان خصصت دار للقضاء بعد أن كان القضاء يمارسون عملهم في المسجد واستمرت على هذا النهج في عهد الخليفة علي بن أبي طال هذا تنظيم القضاء الرقابة على الأسواق استمرت الرقابة على الأسواق في عهد أبو بكر ثم تطورت وتنظمت في عهد عمر وبعد ما توسع البلاد وزادت العناية بتنظيم الأسواق وضبط الأسعار ومنع الاستغلال والقش وكذلك إضافة إلى تأديب الخارجين عن الآداب العامة أما الشرطة والعسس هم الجند الذين يكلفهم الخليفة بمراقبة الأمن وحفظ النظام والمساعدة في تنفيذ الأحكام وظهر نظام الشرطة في الإسلام في أهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم نظمت الشرطة في أهد عثمان في أهد علي بن أبي طالب وعين لها رئيساً وسمي بصاحب الشرطة تكلمنا كذلك عن ولاية الأقالين بعد أن اتسعت البلاد في أهد عمر صعب عليه مباشرة حكم الأقالين بنفسه لذا عين من يثق بهم من أهل الصلاح لينوبوا عنه في حكم الأقالين المفتوحة فقسمت إلى ولايات هذه الأقالين المفتوحة وأطلق على حاكم كل ولاية الوالي وعين بعض الموظفين لمساعدة هذا الوالي كذلك تحدثنا من الأعمال نشأة الدواوين تحدثنا عن ديوان الخراج قلنا هو الذي ينظم الواردات التي ترد إلى بيت مع المسلمين كذلك تحدثنا عن ديوان العطاء وهو الذي ينظم تقسيم موارد الدولة وتحدثنا عن ديوان الجند وهو ديوان يعنى بتسجيل أسماء الجنود وتحديد مخصصاتهم المالية من بيت المال أما درسنا اليوم أعمال الخلفاء الراشدين سنبدأ في التاريخ الهجري أهداف الدرس أن يذكر الطالب سبب وضع التاريخ الهجري أن يذكر الطالب سبب وضع التاريخ الهجري أثنين أن يعدد الطالب المدن التي بناها المسلمون المدن التي بناها المسلمون ثلاثة أن يستنتج الطالب سبب نشأة الأسطول الإسلامي سبب نشأة الأسطول الإسلامي هذه أهداف الدرس تمهيد أنجز الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أعمالا كثيرة خدمة الإسلام والمسلمين أنجز الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أعمالا كثيرة خدمة الإسلام والمسلمين ومن أهم فما أبرز تلك الأعمال سنتحدث اليوم بداية عن التاريخ الهجري التاريخ الهجري التاريخ الهجري كان العرب قبل وضع التاريخ الهجري يؤرخون بالأحداث الكبيرة التي تحصل في شبه الجزيرة العربية كان العرب قبل وضع التاريخ الهجري يؤرخون بالأحداث الكبيرة التي تحصل في شبه الجزية العربية فأرخوا بحادثة الفيل ثم بحادثة تجديد بناء الكعبة والاتساء مساحة بلاد الإسلامية في خلافة عمر بن خطاب رضي الله عنه وحاجة المسلمين إلى تاريخ يحدد زمن المكاتبات والأحداث تشاور الصحابة وانتهوا إلى اتخاذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ابتداء للتاريخ عند المسلمين وتحديد شهر الله المحرم يكون أول شهر في السنة هذا وضع التاريخ الهجري كان العرب قبل وضع التاريخ الهجري يؤرخون بالأحداث الكبيرة مثل حادثة الفيل وكذلك بحادثة تجديد بناء الكعبة والاتساء مساحة البلاد الإسلامية في أحد عمر بن خطاب وحاجة المسلمين إلى تاريخ يحدد زمن المكاتبات وكذلك الأحداث تشاور الصحابة فاختاروا اتخاذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ابتداء للتاريخ عند المسلمين وتحديد شهر الله المحرم ليكون أول شهر في السنة هذا وضع التاريخ الهجري نشاط بالرجوع إلى مصادر التعلم يذكر الطلبة الفرق بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي الفرق بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي سنعطيكم وقت ونرجع لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رجعنا لكم كان السؤال يقول بالرجوع إلى مصادر التعلم يذكر الطلبة الفرق بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي التاريخ الهجري يعتمد في حسابه على تاريخ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا التاريخ الهجري أما التاريخ الميلادي يعتمد في حسابه على مولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام تاريخ الميلادي والتاريخ الهجري البناء البناء بناء المسجد البناء أولا بناء المساجد ومن ذلك عناية خلفاء الراشدين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وبناء مساجد أخرى في أنحاء البلاد الإسلامية من عناية خلفاء الراشدين في بناء المساجد اعتنوا بمسجد الحرام ومسجد النبوي وبناء مساجد أخرى لدينا هنا توسعة الحرمين جدد بناياتها ووسعت مساحتها المسجد الحرام ومسجد النبوي وكذلك عمارة المساجد بنيت المساجد في الأقاليم الجديدة لدينا هنا كذلك مخطط الزيادة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في عصر الخلفاء الراشدين ويلاحظ المسجد اللون الأزرق توسعت الخلفاء الخليفة عثمان ويناء لون الزهري توسعت الخليفة عمر ابن الخطاب هنا المسجد الحرام هنا المسجد النبوي وقد سارت المملكة العربية السعودية على هذا النهج في خدمة الحرمين الشريفين واعتنت كذلك بالتوسعة منذ أيام الدولة السعودية الأولى اعتنوا في توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي ثم في أهد الملك عبد العزيز وأبنائه الملوك من بعده إذ شهد المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام أكبر توسعة لهما في التاريخ ونشاهد هنا المسجد النبوي الشريف ويلاحظ توسعة المسجد على مر التاريخ لون الأخضر أحد النبي صلى الله عليه وسلم واللون الأخضر الفاتح كذلك في عام سبعة من أحد النبي صلى الله عليه وسلم اللون الأصفر توسعت عمر ابن الخطاب هنا برتقالي توسعت عثمان ابن عفان واللون الأزرق توسعت الوليد بن عبد الملك من عام 88 إلى عام 91 واللون توسعت المهدي العباسي الدولة العباسية من عام 161 إلى 65 اللي هو هذا بعد توسعت عبد المجيد الأول العثماني من عام 1265 إلى 1277 استقرقت بناؤها أما اللون الزهري توسعت الدولة السعودية الأولى من عام 1371 استقرقت إلى عام 1375 وتوسعت الدولة السعودية الثانية كذلك في المدة من 1406 إلى عام 1400 ولاحظت توسعة الدولة السعودية الثانية التوسعة الكبيرة للدولة السعودية الثانية هذه توسعت المسد النبوي على مر التاريخ بناء البناء المدن بناء المدن اتسعت رقعة البلاد الإسلامية فأصبحت المسافة بعيدة بين البلاد المفتوحة وبين عاصمة البلاد الإسلامية فبنوا المدن ووفروا فيها الخدمات اللازمة ليستقر بها الجنود اتسعت رقعة البلاد فأصبحت المسافة بعيدة بين البلاد المفتوحة وبين عاصمة البلاد الإسلامية المدينة منورة فبنوا مدن ووفروا فيها الخدمات اللازمة ليستقر بها الجنود ومن تلك المدن البصرة البصرة هذه البصرة التي بنيت سنة 14 الهجرة وكذلك الكوفة هنا الكوفة التي بنيت سنة 17 من الهجرة وكذلك الفسطاط هنا الفسطاط في مصر التي بنيت سنة 20 من الهجرة هذا بناء المدن اتسعت البلاد الإسلامية فأصبحت المسافة بين البلاد الإسلامية المفتوحة وبين عاصمة البلاد مكان بعيد فبنيت مدن لراحة الجنود ووفروا فيها الخدمات اللازمة ومن تلك المدن البصرة بنيت سنة 14 من الهجرة الكوفة وبنيت سنة 17 من الهجرة وكذلك الفسطاط بنيت سنة 20 من الهجرة لدينا كذلك إصلاحات عامة إصلاحات عامة منها إصلاح الطرق وبناء الاستراحات عليها وتوفير المياه فيها إصلاح الطرق للمسافرين وكذلك بناء الاستراحات لراحة المسافرين وكذلك توفير مياه الشرب في هذه الاستراحات كذلك من الاصلاحات العامة حفر القنوات المائية حفر القنوات المائية وكذلك إقامة السدود لتنظيم جريان المياه وسقيا المزروعات من الاصلاحات العامة اصلاح الطرق وبناء الاستراحات على هذه الطرق وتوفير المياه في هذه الاستراحات كذلك حفر القنوات المائية وكذلك السدود لتنظيم جريان المياه وسقيا المزروعات نأتي لإنشاء الأسطول الإسلامي إنشاء الأسطول الإسلامي عندما اتسعت البلاد الإسلامية ودخلت كل من بلاد الشام ومصر تحت ولائها أصبح لها سواحل طويلة فظهرت الحاجة إلى تأمين هذه السواحل من غارات سفن الروم أصبحت لها سواحل طويلة فظهرت الحاجة لتأمين هذه السواحل من غارات سفن الروم فطلب معاوة بن أبي سفيان وكان والبياد الشام من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأذن له بغزو بلاد الروم بحرا لقربها منه فلم يأذن له خوفا على المسلمين من ركوب البحر استأذن معاوية بن أبي سفيان حاكم بلاد الشام من الخليفة عمر أن يأذن له بغزو بلاد الروم بحرا لقربها منه فلم يأذن له خوفا على المسلمين من ركوب البحر ولما ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة أعاد عليه معاوية رضي الله عنه الطلب فأذن أذن له بشرط ألا يكره أحد على ركوب البحر شرط عثمان بن عفان ألا يكره أحد على ركوب البحر بل البحر البحر تولى ركوب ركوب بحر وتفوق على الروم في البحر تقويم ختان يحدد الطلبة على الخريطة أسماء المدن التي أنشأها المسلمون في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنه هنعطيكم وقت ونرجع لكم رجعنا لكم كان السؤال يقول يحدد الطلبة على الخريطة الآتية أسماء المدن التي أنشأها المسلمون في عصر الخلفاء الراشدين هذه المدن الكوفة الكوفة أنشأت في السنة السابع عشر عميلة هجرة البصرة أنشأت في السنة الرجل رابع عشر من الهجرة وكذلك الفصطات أنشأت في السنة العشرين من الهجرة كذا أنهينا درسنا أعمال الخلفاء الراشدين شاكرا لكم حسن استماعكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته